اكد برنامج الشيرنغنتو ان جائزة الافضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فضحت خلافة الارجنتينية ليوني الميسي قائد برشلونة مع احد زملائه في الفريق الكاتلوني وكان ميسي استبعد زميله الالماني مارك اندري تيرشتيغن من اختيارات افضل حارس مرمى في جائزة الافضل ومنح ميسي صوته لكيلور نافاس حارس سان جرمان في الترتيب الاول يليه مانويل نوير من بايران ميونيخ ثانيا ثم يان اوبلاك حارس اتلت كومدريت في المركز الثالث وفق للبردامج فان هناك خلافات بين ميسي وتيرشتيغن خلال الموسم الحالي وجائزة الافضل كشفت ان العلاقة بينهما ليست جيدة واشار الى ان التزام ميسي مع برشلونة امر لا يقبل الجدل لكن الازمة ان تفكيره في مكان اخر وتؤكد معظم التقارير الصحفية ان ميسي سيرحل عن صفوف برشلونة فور انتهاء عقده خلال شهر يونيو من العام المقبل توجى البولندي روبارت ليفاندوفيسكي ناجين بايران ميونيخ بجائزة افضل لاعب في العالم للعام الحالي والتي يقدمها الفيفا وتفوق ليفاندوفيسكي على النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وكانت مفاجأة التصويت الذي شارك فيه مدربو وقادة المنتخبات الوطنية ومن بينهم كريستيانو قائد البرتغال اعطاء نجم اليوفي صوته لغريمه ميسي لاول مرة واجاءت قائمة اختيارات الدون كالتالي روبارت ليفاندوفيسكي بخمس نقاط ليونيل ميسي ثلاث نقاط كيلين بابي نقطة اما ميسي قائد الارجنتين فاختار زميله السابق نايمار في صدارة اختياراته بخمس نقاط يليهم بابي ثلاث نقاط ثم ليفاندوفيسكي بنقطة واستحق ليفا الجائزة عن جدارة بعدما قاد فريقه لتحقيق ثلاثية للمرة الثانية في تاريخه بالاضافة للتتويج بكأسي السوبر الاوروبي والمحلية كشف برنامج الشرينجينتو عن المحاولة الاخيرة من جانب ريال مدريد للاحتفاظ بخدمات البرتغالي كريستيان رونالدو نجم يوفينتوس وكان رونالدو غادر ريال مدريد صوب اليوفي صيف 2018 خلال صفقة تخطط قيمتها 100 مليون يورو بالمتغيرات ووفق للبرنامج فإن في عام 2018 اتصل جوليان لوبوتيغي المدير الفن السابق لريال مدريد برونالدو لإقناعه بالبقاء في النادي الملكي وأشر البرنامج الإسباني لأن رونالدو رد على لوبوتيغي بأنه اتخذ قراره النهائي بالفعل حول مستقبله ويتولى لوبوتيغي المهمة الفنية لريال مدريد صيف 2018 خلال فن للمدرب الفرنسي زندين زيدان لكنه أقيل سريعا بسبب تدهور النتائج أبرز ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونيتد أهمية تحقيق فريقه لنتائج أفضل على ملعبه أولد ترافورد في الدور الإنجليزي الممتاز وذلك عقب التغلب على مضيفه الشيفلد يونيتد وقال راشفورد في تصريحات نقلها موقع بي بي سي مرة أخرى أبلينا البلاء الحسن بالعودة في النتيجة سجلنا ثلاثة أهداف لكن إذا لم تقتل المباراة تكون الأمور صعبة والشيفلد قاتل كثيرا لمدة تسعين دقيقة وأضاف الحكم أعطان الأفضلية في الهدف الثاني له والثالث للفريق رغم وجود مخالفة في بداية اللعبة ونحتاج لتقديم مستوى أفضل على ملعبنا لحصد النقاط هناك وأتم الدولي الإنجليزي نتعامل حاليا مع كل مباراة على حدة وسيكون هناك الكثير من الصعود والهبوط وسنرى أين نتواجد في وقت لاحق من الموسم نجح منشستر يونايتد في قلب تأخره بهدف إلى فوز أمام مضيفه شيفلد يونايتد ضمن لقاءات الدول الإنجليزي وبحسب شبكة أوبيتا للإحصائيات سجل ماركوس راشفورد صاحب الهدفين الأول والثالث للشياطين الحمر ثلاثة وأربعين هدفا تحت قيادة مدربه سولشاير في جميع المسابقات وأصبح بذلك أكثر لاعب من اليونايتد يسجل عددا من الأهداف تحت قيادة مدرب واحد منذ اتزال السير أليكس فيرغسون في 2013 كما أحرز راشفورد هدفه الخامس في البريمير ليغ هذا الموسم وجميع الأهداف أتت بعيدا عن ملعب فريقه أولد ترافورد وبات اليونايتد ثاني فريق يسجل هدفين أو أكثر في عشر مباريات متتالية خارج ملعبه طوال تاريخ الدور الإنجليزي والأول في عصر البريمير ليغ منذ توتونهام في أكتوبر 1960 من جانبه سجل مارسيال الهدف الأول له في البريمير ليغ هذا الموسم في محاولته رقم 11 لينهي جفافه التهدفي والذي استمر 683 دقيقة قال وإن روني مهاجم الشيستر يونايتد التاريخي إن نجله كاي انضم إلى كتيبة شباب اليونايتد ونشر روني البالغ من العمر 35 عاما صورة في إنستجرام مع زوجته ونجله كاي البالغ أحد عشر عاما والذي حمل قميص يونايتد وعليه اسمه ورقم عشرة الذي ارتداه والده خلال مسيرته مع اليونايتد وقال واين روني كاي وقع لمنشستر يونايتد واصل العمل الجاد يابني وانضم روني إلى يونايتد قادما من إيفرتون في 2004 في صفقة قياسية للنادي أحرز 253 هدفا في 559 مباراة على مدار 13 عاما مع الفريق قبل العودة إلى إيفرتون يحظى ماركو أسنسيو جناح ريال مدريد باهتمام كل من ديفربول باريسين جرمان والراغبين في ضمه بعد نهاية الموسم الجاري وفقا لما ذكر موقع ديفينسا سنترال وأوضح أن الريدز والبي اس جي استفسر عن إمكانية التعاقد مع ماركو أسنسيو جناح الميرنجي خلال المريكات الصيفية المقبل وأشار لأن هذه ليست المرة الأولى التي يطلب فيها ديفربول ضم أسنسيو حيث حاول النادي الإنجليزي التعاقد معه في وقت سابق عندما كان في قمة مستواه قبل الإصابة وأضاف الموقع عن الفرنسي زندين زيدان مدرب ريال مدريد يتمسك باستمرار أسنسيو أملا في استعادة تألقه ويخطط زيزو لتكوين ثلاثي هجومي قوي يضم الدولي الإسباني وكريم بنزيمة وإيدن هازارد في العام المقبل يمتلك يوفينتوس خطة واضحة لإعادة هيكلة خط وسطه حيث يضع ثلاثة لاعبين على قائمة المرشحين لتدعيم صفوفه وفقا لتقرير إيطالي وأشار موقع كالتشو مريكاتو لأن البداية كانت برحيل ميرليم بيانيتش وبليزمات ودي بينما التخلص من سامخ ديره هو الخطوة المقبلة وأضاف أن قائمة أحلام اليوفي في خط الوسط تضم بول بوكبا لاعب منشستر يونايتد في الترتيب الأول لكن الأمر يعتمد على السعر الذي سيحدده الشياطين الحمر للصفقة وقال الموقع أن هناك اهتماما أيضا بينيكولو زانيولو لاعب روما لكن نديه يرى أنه غير قابل للبيع لذا تعد هذه الصفقة أصعب من التعاقد مع بوكبا وأضاف كالتشو مريكاتو أن مانويل لوكاتيلي نجم ساسولو يحظى كذلك بإعجاب السيد العجوز خصوصا المدرب أندريا بيرلو والمدير الرياضي فابيو بارتيتسي كشفت صحيفة لكيب عن موقف البرازيلي نايمار نجم باريسين جرمان من المشاركة ضد دليل يوم الأحد في قمة الدور الفرنسية وكان نايمار أصيب في كاحله خلال مباراة أولمبيك ليون يوم الأحد الماضي في الدوري وأكد النادي البرسي في بيان رسمي أن الإصابة ليست خطيرة وإفقا للصحيفة فإن مشاركة نايمار ضد دليل غير مؤكدة رغم أن الاختبارات الطبية التي خاض علىها يوم الأربعاء الماضي جاءت مطمئنة وأشارت لأن سان جرمان لن يفضل المخاطرة بالنجم البرازيلي الذي يعرف بأن أقدامه هشة ويتعرض للعديد من الإصابات وأوضحت أن البرازيلي ماركينيوس سيعود إلى قائمة سان جرمان ضد دليل عقب تعافيه من الإصابة ومشاركته في التدريبات بشكل طبيعي أظهر هانز فليك مدرب بايران ميونيخ رد فعله لأول مرة بعد خسارته جائزة أفضل مدرب في العالم للعام الحالي خلال حفل جوائز الفيفا السنوي وكان المدرب الألماني هو الأوفر حظا لنيل الجائزة لكنه خسرها في النهاية لصالح مواطنه يورجن كلوب مدرب ليفربول وظهر فليك للحديث لوسال العلام قبل المواجهة المرتقبة ضد باير ليفر كوزن في الدور الألمانية وأكد فليك سعادة الجميع داخل البافاري بتتويج لفاندوفيسكي بجائزة أفضل لاعب بالإضافة لفوز مانويل نوير بأفضل حارس مضيفا الثنائي يستحق ذلك بعد الإنجازات التي تحققت هذا العام واعترف فليك بإحباطه بعد ضياع جائزة أفضل مدرب من بين يديه حيث قال عندما تدخل القائمة النهائية فأنت بالطبع تكون راغبا في الفوز لكن كلوب وفريقه يستحقاني هذه الجائزة أيضا عزيزي متابقى قناة عرب جول هل كلوب أفضل من فليك؟ شاركنا برأيك شاركنا برأيك شاركنا برأيك شكرا